مشاهدينا برحب فيكم مناحتها السينما يوسف شهين الدفع الأولى بعالم التمثيل لكنها لم تتوقف عند هذه المحطة الهامة بل واصلت مشوارها لتتألق وتؤكد حضورها كممثلة موهوبة وأكيد واصلت مشوارها بنفس النجاح السنة بعد سنة ونفس التألق أيضا هي مشاهدينا النجمة المصرية الممثلة أنجي أبوز أهلا وسهلا فيك يا أنجي سعيدة وجودك معنا وأنا جدا مبسوطة بهك بالسنوات الأخيرة بأعمالك وحضورك بالدراما المصرية مش بس عم بيكون حضور بالكم عم بيكون عن جد نوعية أعمال وعم تختلف من عمل لعمل عم تغيري جلدك وتشز كتير حلو لممثلة خلينا نقول ما قلكي زماني من 2011 رجعت مظبوط يعني 2011-2016 ولكن أثبت أنه موجودة على الساحة وصورتي من الأرقام الصعبة بالشباب أنجي الأب الروحي شلناك من التصوير جبناك على دبي وحترجع على التصوير خبرنا عن المسلسل بوسي أنا ابتديت من أسبوعين تقريبا طلع مرات فلوكس الأب الأب الكبير لأستاذ محمود حميدة بدي أقول أنه فلوكس سيكون معنا أحمد فلوكس الخميس كمانا على الهواء جوزك جي الخميس الأسبوع ده بتاع الأب الروحي نعم مرات أحمد فلوكس خبرنا عن الدور شو عم تلعب عم تلعب الشر لا مش هقدر أحكي تفاصيل بس هقول أنه أنا كان نفسي بقلي شوية مسلسلين ثلاثة بعمل حاجات بعيدة قوي عني بس شداني كممثلة بتستفزي فيي التمثيل حاجات فيها شر فيها تركيبة شوية كان نفسي أروح لمنطقة هادية شوية مش هقول شبهي أمني فيش حاجة شبهي هي كده برضو شخصية اللي هي تركيبة بس أحب فيها حتة رومانتك حبيبة يعني تفاصيل بقى وهيحصل إيه خليها هخلي التفاصيل لأن إحنا بعتقدة هنشوفه للعمل قبل رمضان بالضبط كده صحيح أنه العمل هيكون حلقات تلتميد حلعه تلتميد حلعه بس مش وراء بعض يعني ستين في ستين كل سنة طب أنجي يعني مين الكاتب أو السيناريس اللي حيتحمل 300 حلقة وما نحس نحن كمشاهدين بمماطلة وبإعادة أحداث وببطئ يعني 300 حلقة أكتار بس بقنا شطار في الحتة دي في كذا حاجات عملت طويلة ونكحت جدا طب أنت كممثل كيف حتتحمل المماطلة بدورك يعني عادة أنت الممثلين بتفوتوا على شخصية بتلعبوها بتحبوها بتندمجوا فيها وتخرجوا منها لتروحوا على شخصية تانية 300 حلقة أول المسلسلات الطويلة ما بتملوا أنتوا من الشخصية اللي عم بتقدوها لا تبني لا تبني أحداث مكتوبة وحاجات مكتوبة مختلفة عن السيزون اللي قبلها لا مش هتملي بالعكس ما متملي من نفس الاسم لا بالعكس لو شخصية وصلت لعدد من النجاح معين هتلاقي جمهور متعاطف معها وحبيبها فتبقي عايزة تكملي فيها تبني شوف أنه جمهور بيتحمل هل قد جمهور العربي بده هل قد مسلسلات طويلة برأيك الجمهور فيه جمهور بيحب الدراما وبيحب القاعدة قدام التلفزيون طول الوقت يعني يحضر مصري ما يحضر تركيا مثلا صح؟ أي وهو ده اللي أنا قزي يعني إحنا تفرجنا على تركيا عدد حلقات مهول ومكناش بنزه جاد فادر الأب الروحي هو اقتباس عن الجاد فادر اللي بنعرفه عن الفيلم بس وفي حتة بتاعتنا اللي هي اللي هي هنشوفها ما في كدرك شيء طب المخرج مين الكاتب مين هيدول تخصيصين المخرج دكتور اسمه تامير ميمي نعم إنتاج إنتاج الأستاذ ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز ميمي هو اللي عمل اللي عمل الهرم الرابع بالسنة مصح ويقال أنه من المخرجين الهرم الرابع كان كتير حلو ويقال أنه هو من المخرجين الواعدين على الصحة إن شاء الله يكون كمانا نجاحه بدراما مثل ما نجاحه كان بالسنة بدأ انتقل وارجع أنا وياكي لدراما 2016 رمضان 2016 في ناكي بهي ودافنشي خبرنا عن دورك بهي ودافنشي ردود الفعل حوله قديك أنت حبيبتي وكمان كنت عم تلعب كنا عم نحكي قبل كنت عم تلعب دورك مصعب جدا بوسي أنا حبيته من مبدأ أنه كانت أنا اشتغلت مع الأستاذة ليلة علوي زمان فحبيت يعني أنه تعرض علي مسلسل وبطولتها فحبيت الفكرة جدا الشخصية كان فيها نسبة صعوبة كبيرة وحبيت أن أنا أقدم ده يعني السنة اللي قبلها كنت طلعة بنت مغلوبة على أمرها فكان نفسي عمل حاجة صعبة السنة دي فعملت فيها ودافنشي طب اللي بيحضر لحضر العمل بيشوف أنه بداية الأحداث كان دورك جدا قوي كان ظهورك أيضا بالمشاهد وبالحدث كان جدا قوي ومع الأحداث قال هذا الوجود صحيحي إذا أنا كنت غلطاني شو صار يعني دورك كان جدا متصاعد بالبداية وبعدين شفنا أنه عم تختفي عم تختفي بوسي هو ساعات بتحصل أنه تبقى المسلسل متبع بعدد حلقات معينة بساعات معينة ممكن يطلع طويل شوية فانضطر يبقى في شوية تغيير وكذا وأنا كبروفيشنال يعني كممثلة خلاص يعني ممكن يتشال مني مشاهد مش مش مشكلة بس تشال منك مشاهد يعني هو يعني أدى برسنتج مثلا بالمية من اللي أنت كنت أريتي يعني هو اللي ستلع على الشاشة تقريبا 40% من دوري يعني انشال 60% طب عندما أنتوا فنانين عندما تمضوا عقد وخاصة إذا كان المسلسل الوحيد اللي عم تقوموا فيه بشهر رمضان هو الموسم اللي كل الفنانين بنترو يعني أيضا نحن كموشهدين بنترو ما بيكون في بنود جزا مثلا أو عدد حلقات معينة أو عدد مشاهد معينة أنتوا عم تمضوا عنا إذا قلت هالمشاهد أو زادت ما بيصير في تعديل أو بيصير في بنت جزا مثلا أو بصي أنا بروفاشنل قوي يعني لا أنا حبيت على الورق شوفي أنا حبيت الشخصية وحب الناس الممثلين معي فأكيد خلاص هو أهم حاجة بالنسبالي أن العمل الناس تبقى مستقبلها كويس ونجح وده حصل للمسلسل نجح وقات لردود أفعال كويسة عن الدور خلاص بعد كده ما بفكرش يعني أنت مسالمة مش مسالمة بس بروفاشنل خلاص حصل حاجة للعمل نفسه ككل فخلاص ما عنيش مشكلة بس أنجي هيدول المواضيع ما فيكن تتفايدوها بالمستقبل يعني هيدول المواضيع حت ضلت تصير حت ضلت تحصل يعني بالزبط كده عشان كده خلاص حصل كده فالعمل خلص وكل حاجة خلص يعني ما فيك تتعلم من غلط لأنه مش غلطك هي قرار مخرج ومنتج بالزبط أنا سبتها لكده أنا سبتها بروفاشنل جدا قرار مخرج ومنتج وعملت الدور زي ما هو مكتوب اكتهدت فيه وطلع للناس واستقبلت ونجح بس أنجي أبازا الإنسانة أكيد تضيقت من هذا الموضوع تضيقت كما وصلها طبعا عندي حب للشخصية اللي أنا بقدمها حب كل حاجة مكتوبة فيها اتأثرت الشخصية كيف طلعت للمشاهد عندما انشالت هذه الكمية الهائلة من المشاهد استيبال الجمهور أكيد كان هيبقى مختلف لو كان كل المشاهد موجود أكيد كان هيبقى فيه فرق إن شاء الله ستصير معك تاني مرة إن شاء الله طيب خلينا نحكي كمان عن جراب حوى شفناك بحلقة يعني بقصة خلينا نقول أدي حلوين هيدول الأعمال الحلقات منفصلة متصلة أدي أنتوا كمماثلين بتعطوا فيهم هيك من قلبكم أكتر لأنه عم تعمل حلقتين وتفضل نفس الانتاج الشركة بتاعتمو سلسل هيو ديفانش نفس شركة الانتاج بس ده كان حلقة بتعمليها في يومين تاليتة بتخلص يعني بالنسبة لي كأنه فيلم صغير فكت حبت تجربة أنه خلص بتشوف الحلقة من أولة لأخيرة والحكاية بتخلص في حلقة واحدة فكت مبسوطة بيها بدون تقلي لشخصية تانية وعادة يعني ما بتعبك يمكن صح بالعكس حلوة يعني بتستفيدين بتعملي حاجة بسرعة وبتخلص وبتبسي وبتطلعي الطاقة بتاعت التمثيل فيها أنجي كيف اليوم بعد من 2004 من 2011 بدي أحكي فترة الغياب وين كنت بس من 2011 ل 2016 كل سنة أكيد الممثل اللي فيك أو الممثل اللي فيك عم تتطور وعم تتخضرم وعم تاخد خبرة أكتر من الحواليك ومن الأعمال اللي عم تعمليها اليوم بال2016 اختيارك للأدوار كيف عم بيكون يعني على أي قصص عم تختاري من السيناريوهات اللي عم تتقدم لك بختار الحاجة اللي حاسة أن الجمهور عايز يشوفني فيها هو حبيبني فين أنا ممكن يبقى عندي طموع في التمثيل في حتة معينة حباها بس الجمهور شافني بشكل معين هو حبه فبختار اللي ده يعني أنا السنة دي فعلا كان نفسي عمل حاجة رومانس حاجة بسيطة ما فيهاش مجهور تمثيل ما فيهاش حاجة مش جواية كان نفسي أعمل ده يعني أروح لحتة أبسط من حاجات وقات لي في الأب الروحي فعشان كده ما تتبين شفناك بشترانج ضابطة ضابطة شرطة وهو عم بتقوصي وما اش بكشي خبرنا عن هيدا الدور والعمل كان 80 حلقة وأنا حسب ما بعرف أنه ممكن يكون فيه أجزاء تانية كمان منه صح؟ 80 حلقة ده الجزء اللي أنا عملته قبله كان فيه جزئين كمان 100 حلقة يعني تعرض حوالي حوالي 180 حلقة لحد النهاردة الدور كان مستفز بالنسبالي لأني زابط وما بقبلش أنا زباط في مصر يعني ما شفتش ولا بنت زابط فبالنسبالي كان مستفز جدا كيف حضرتيله؟ تعاملت معها لأنها بني قدم عادية جدا لأنه عندها خط درامي كمان عادي بنت بس زابط فيه بنت ممكن تبقى جراحة بتقدم مهنة صعبة بس يعني بنت في الآخر عندها مشاعرها بتحب بتعيد بتتأثر طب وبعدك بتروح بتدر بنار لليوم اتضربت ضرب النار لأنه أنا بستخدم إيدي الشمال وده في صعوبة لأنه مش كل المسدسات بتستخدميها في أي إيد فلما جيت مسدسات بتستخدميها بإيد باليمين وفيه مسدسات للإيد الشمال بس مش موجودة كتير أوكي فشو كان عم بيصير فيك فكان بيصير فيه كتير من العالم اللي عرفوا اليوم أنت ضايفتي السؤال هو وينك من السينما بعد المصير يعني حدا نبتدى بفيلم مثل المصير ولغى السينما من حياته يمكن ليه وين السينما؟ يهو أنا مش واخدة قرار بس أنا ما عنديش الحاجة اللي هقول عليها أنا هعملها شايف السينما دلوتي أحسن وبتتطور وبترجع زي الأول بس لسه ما عنديش حاجة حابة أن نعملها طيب إن شاء الله نشوفك بالسينما لأنه اللي شفناه بممثلة مبتدئة بالمصير كان هيك واعد جداً سينمايا إن شاء الله نرجع نشوفك أنا بحب نروح السينما بدقيقة أنجيلا نخلص وقتنا بعرف أنه في عندك برنامج راحة قدمي قريباً خبريني عنه بمختصر وين أنت من الكوميدي كمان بدي أعرف أوكي أنا بحضر لبرنامج بس مش ماضية لسه في تفاوض مع جاهة ما هو برنامج هيب عن الموضة لأني بحب الموضة ودي من يمكن من الحاجات اللي ما بيبقى عندي وقت فاضي باهتم فيها بدور بشوف الجديد والكوميدي والله نفسي جداً بس يعني ما فيش حالاً ما فيش بس بتحس حالك ممكن تقدي كوميدي لايت كوميدي حاجة شبهنا إحنا ما بنهضر مع بعض لكن أنا مش كوميديانا مش مومسلة كوميديانا بس بتشوفي أنه ممكن تلعب بالحتة بالحتة الليت بزاف أنا إن شاء الله قريباً نشوفك بالسينما وإن شاء الله نشوفك برنامجيك على الموضة لأني بيبقلك قلتلك تحت الهوا بيبقلك كتير برنامج موضة وأيضاً شوفك بهكي لايت كوميدي يا رباً